سيطرع ارتفاع آخر على درجات الحرارة يوم غد الأحد لكن شاء الله اعتبارا يوم الاثنين تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض التدريجي ويوم الثلاثة والأربعاء تتأثر المملكة بكتلة هوائية باردة نسبيا ورطبة بإذن الله مشاهدينا فاصل ونواصل شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن يونيغارد للعزل المائي اعزل صح المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري مشاهدينا أهلا وسهلا بكم مرة أخرى سنبدأ الحالة الجوية المتوقعة خلال أيام الأسبوع القادم سنبدأ بيوم الأحد يوم غد الأحد يوم غد الأحد ارتفاع قليل على درجات الحرارة أجواء خريفية معتدلة بالنهار لطيفة بالليل تظهر بعض السحب العالية والمتوسطة وتميل درجات الحرارة إلى الانخفاض والشعور بالبرودة بعد منتصف الليل وفي ساعات الصباح الباكر وغدا الأحد راح تكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تزيد الشعور بالبرودة في ساعات الليل والمساء والصباح الباكر درجات الحرارة المتوقعة المناطق الشمالية العظمى 27 والصغرى 16 المرتفعات الجنوبية 19-9 والمرتفعات الوسطى 23-24 العظمى والصغرى 14 الأغوار بحدود 30 درجة العظمى والصغرى بحدود 19 درجة خليج العقبة أيضا 29-30 العظمى والصغرى بحدود 20 درجة مئوية المناطق الجنوبية الشرقية 24 إلى 12 تميل للبرود ليلا أو باردة نسبيا أثناء الليل المناطق الشرقية 27 أو البادية الشرقية 27 إلى 14 درجة مئوية يوم الاثنين إن شاء الله بإذن الله تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض التدريجي وأيضا بعد ظهر يوم الاثنين ومساء الاثنين وليلة الاثنين على الثلاثة تتكاثر الغيوم تدريجيا في المناطق الشمالية وتتهيأ الفرصة تدريجيا لسقوط زخات متفرقة من المطر تمتد تدريجيا ليلة الاثنين على الثلاثة أو يوم الثلاثة لتشمل تقريبا بقية المناطق الحرارة العظمى المتوقعة يوم الاثنين في المناطق الشمالية 22 العظمى والصغرة 15 المرتفعات الجنوبية 15 إلى 9 والمرتفعات الوسطى 19 إلى 12 وأيضا خليج العقبة 27 إلى 18 أجواء معتدلة بالنهار لطيفة بالليل وأيضا الأغوار معتدلة بالنهار لطيفة بالليل بتكون العظمى بحدود 28 والصغرة 18 درجة مئوية البادية الشرقية 21 إلى 10 والبادية الجنوبية الشرقية عفوا البادية الشرقية 26 إلى 9 أجواء باردة بالليل بوضوح 9 درجات يعني يشعر الإنسان بالبرود في هذه الأجواء ويوم الثلاثة إن شاء الله حيث تتأثر المملكة نحن بالراقب منخفة جوي بيكون في منطقة شرق البحر المتوسط تقريبا أول منخفة جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة نسبيا ورطبة قادمة عبر تركيا وشرق البحر المتوسط باتجاه المملكة تؤدي إلى انخفاض ملموس وواضح على درجات الحرارة وأيضا تؤدي إلى تكاثر الغيوم وتصبح الأجواء بشكل عام غائمة جزئيا باردة نسبيا وتسقط الأمطار بإذن الله في معظم مناطق المملكة قاصة المناطق الشمالية والوسطى أحيانا قد تكون غزيرة قد تؤدي إلى تشكل السيول وجريان الأودية خاصة في المناطق المنخفضة العظمى المتوقعة في المناطق الشمالية 20 والصغرى 15 المرتفعات الوسطى 16 إلى 12 والمرتفعات الجنوبية 13 إلى 9 درجات مئوية والأغوار 27 إلى 17 درجة مئوية وخليج العقبة 26 إلى 18 والبادية الجنوبية الشرقية 17 إلى 9 درجات والبادية الشرقية 21 إلى 11 درجة مئوية إذن تغيير نوعي يوم الثلاثاء من حيث الانخفاض في درجات الحرارة من حيث تكاثر الغيوم من حيث البرودة النسبية ومن حيث سقوط الأمطار بإذن الله أيضا يوم الأربعاء تستمر تأثير الكتلة الهوائية الباردة نسبيا والرطبة وبالتالي تبقى الأجواء باردة نسبيا تبقى غائمة جزئيا تبقى فرصة سقوط الأمطار واردة خاصة في المناطق الشمالية والوسطى وبعض المناطق الشرقية الدرجة الحرارة العظمى المتوقعة في المناطق الشمالية 21 والسورة 13 المرتفعات الجنوبية 14 إلى 9 والمرتفعات الوسطى 18 إلى 12 خليج العقبة 26 إلى 20 والأغوار 27 إلى 18 درجة مئوية والبادية الجنوبية الشرقية 20 إلى 9 والبادية الشرقية 21 إلى 10 درجات مئوية يوم الخميس تقريبا تستقر الأجواء تدريجيا لكن يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء ما بين باردة نسبيا إلى لطيفة أثناء النهار لكنها باردة نسبيا ليلا العظمى المتوقعة في المناطق الشمالية 23 والصغرى 16 المرتفعات الوسطى 20 إلى 14 والمرتفعات الجنوبية 16 إلى 11 والأغوار 28 إلى 20 درجة مئوية وخليج العقبة 28 إلى 20 والبادية الجنوبية الشرقية 19 إلى 11 وأيضا البادية الشرقية 23 إلى 12 درجة مئوية الجمعة ارتفاع آخر واستقرار آخر على الأجواء أجواء لطيفة في النهار تميل إلى البرودة ليلا ارتفاع آخر على درجات الحرارة العظمى المتوقعة في المناطق الشمالية 24 والصغرى 16 درجة المرتفعات الوسطى 21 إلى 13 والمرتفعات الجنوبية 17 إلى 10 والأغوار 28 إلى 20 درجة مئوية وخليج العقبة 27 إلى 20 والبادية الجنوبية الشرقية 21 إلى 10 والبادية الشرقية 23 إلى 12 درجة مئوية نتمنى لجميع أوقات سعيدة شكرا لمتابعتكم ونترككم في أمان الله النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات الجي الرؤية الحديثة شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرز سنتر يونيغارد للعزل المائي اعزل صح المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري موسيقى 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 موسيقى